في البداية لازم اشكركم عشان وصلتوا قناة فيلم جامد لتلتمية الف مشترك على يوتيوب واجمل حاجة في الانجاز الكبير ده هو انه حصل من غير مطلوب منكم ولا مرة فيلم اوتلو كينج بيحكي قصة روبرت دابروس وكفاحه من اجل تحرير اسكوتلندا من الطغيان الانجليزي روبرت في البداية بيقبل بالخضوع لملك انجلترا ادوارد الاول بناء على رغبة والده ولكن بمجرد لما بيبقى زعيم العشيرة بتاعته بيستغل الغضب ضد الاحتلال الانجليزي وبيحاول يقود تمرد وخطواته بيتم تسرعها بشدة لما باقي النبلاء بيرفضوا انهم ينضمولوا وبيهددوا بفضحة امره عند ملك انجلترا لذلك بيضطر ينصب نفسه ملك بشكل رسمي ومتسرع في نفس الوقت وبيضطر يرمي جيشه المتواضع في مواجهة عسكرية مفتوحة امام الماكينة الانجليزية العسكرية العملاقة فيا ترى ايه اللي حيحصل فيلم اوت لو كينج من بطولة كريس باين في دور الملك روبرت ومن اخراج ديفيد ماكينزي ده نفس التنائي اللي قدم لنا هالقورهايووتر سنة 2016 وده واحد من ثلاث افلام فقط حصلوا على التقييم المثالي في مراجعات فيلم جامد ده رفع سقف توقعاتي بشدة بالنسبة للفيلم والسقف ده ارتفع اكتر كمان لما شفت المشهد اللي افتتاحي في الفيلم الفيلم بيتم افتتاحه بمشهد 9 دقايق عبارة عن لقطة واحدة بدون اي قطع اعتقد ان المشهد ده يستحق دراسة متأنية من المهتمين بالسينما لانه عمل فني راقي جدا سواء بلغة السينما او بلغة السرن في التسع دقايق دول بيوصل لنا تقديم وافي جدا للزمان وللمكان وللشخصيات وللاحداث وتقديم الشخصيات ده مش مجرد علشان نعرف مين يبقى مين بالزبط ده احنا كمان بنتعمق بشكل مقبول جدا جوه الشخصيات الرئيسية وبنفهم كتير عن هويتها وبالمرة جوه التسع دقايق دول فيه مبرزة رائعة الاتقان وفيه هجوم عسكري عنيف وكل ده بشغل كاميرا استثنائي سواء في تحركها او في اختيار زواياها والمنتج اللي بيطلع ما فيهوش اي تعقيدات فنية ولكنه يستحق كل التقدير الفني حقيقي كان صعب اصدق ان كل اللي استوعبته ده حصل في تسع دقايق بس وده زي ما قلت حط توقعاتي في السماء من المؤسف بقى ان مفيش لحظة في باقي احداث الفيلم وصلت لمستوى الجودة بتاعت تسع دقايق دول مكونات التمييز في المشهد الافتتاحي ده هم التقنيات السينمائية الابداع في السرد وبكل تأكيد التكسيد الممتاز ولو حطينا كل مكون من دول في الميزان حنشوف بوضوح انهم عانوا بشكل متفاوت في باقي احداث الفيلم مقدرش اقول ان في اي مرحلة الفيلم وصل لدرجة انه يبقى غير صالح للمشاهدة بشكل عام انا الفيلم عجبني وشايف انه يستحق يتشاف ولكنه طبعا مش ممكن يتقارن بهالقورهايووتر من حيث الوزن السينمائي او الحقيقة باي فيلم اخر من اقرانه الفيلم ده احداثه بتقع تقريبا مباشرة بعد احداث فيلم بريف هارت مع بعض الاختلافات في الرؤية التاريخية في شخصيات موجودين في الفيلمين بما فيهم ويليام والس ذات نفسه وعلى الرغم من اننا ما بنشوفوش اطلاقا في اوتلو كينج ولكنه بيلعب دور مهم جدا ده ضروري حيفرض مقارنة في عيون كل اللي شافوا الفيلمين وفي تقديري انا المقارنة دي لازم تروح في صالح ملحمة ميل جيبسون بس بالرجوع للمكونات اللي ميزت افتتاحية الفيلم اعتقد ان اكتر مكون عانى في باقي الاحداث كان السرد باستثناء المشهد الاول اقدر اقول ان الفيلم ده بيتكون من سلسلة من الوقائع الحادة والحرجة والمؤثرة وقائع اقدر اقول من خلال اللي انا قريته انها دقيقة تاريخيا الى حد كبير بس انا كنت جاي اتفرج على فيلم مش اخد درس في التاريخ الاسكوتلندي فباستبعاد العلاقة ما بين روبرت وامراتو الفيلم تقريبا ما فيهوش مساحة للدراما كلها وقائع سريعة جدا ومقتدبة جدا اغلبها بيخص شخصيات المفروض نهتم بيهم رغم اننا تقريبا ما عرفناهمش الفيلم زمنه ساعتين ولو تسألوني فانا شايف ان زمن الفيلم ده كان المفروض على الاقل يبقى ثلاث ساعات واظن حضراتكم عارفين الفيلم الملحمي اللي كان بيدور عن حروب العصور الوسطى في اسكوتلندا اللي كان زمنه ثلاث ساعات ما فيهمش لحظة ملل واللي كسب خمسة اسكر في الطبيعي لما السرد بيهتز في اي فيلم بياخد كل المكونات الاخرى معاه بيبقى صعب مثلا على الممثلين انهم يقنعوا المشاهد بالتحولات الحادة دي يعني انا مقدرش اقول اني عندي مشكلة مع اداء كريس باين بس في نفس الوقت مقدرش اقول انه كان عنده اي مساحة عشان يورينا هو حاسس بايه افضل الاداءات جات من ممثلين ما كانش عندهم مسئولية زي دي انا انبهرت باداء فلورنس بيو في دور مرات روبرت كان ليها حضور محسوس رغم ان ده من نوعية الادوار اللي ممكن تسقطوها من انتباهكم وانتو بتتفرجو واعجبت جدا كعدتي يعني باداء ارن تيلور جونسون لدور جيمس دوجلس الراجل ده محتاج تقدير اكبر من كده يا جماعة افضل مشاهد الفيلم هي بتاعته ابن اللازينة سخني لدرجة اني تقريبا لما حاجي ألعب فيفا المرة اللي جاية كل ما جيب جون حسرخ دوجلس اسوأ اداء في رأيي صاحبه هو بيلي هول اللي عمل دور ادوارد الصغير امير ويلز بس الصراحة هو اكبر ضحية للسرد المضطرب تقريبا مفيش اي ممثل في الدنيا كان ممكن يعرف يتعامل مع اللي اتكتاب له ده المكون اللي احتفط بقسم كبير من امته خلال اغلب احداث الفيلم هو التقنيات السينمائية التصوير رائع حديث وحيوي مع الوضع في الاعتبار الحقبة الزمنية للأحداث والحركة السلسة للكاميرا وخصوصا في المشهد اللي افتتاحي فكرتني كتير بـ The Revenant تصميم مشاهد المعارك كان كويس جدا ومعاه العنف والدموية بتاعت العصور الوسطى اه الفيلم فيه مشهد في نص وكده مش اي معدة تستحمله بس عموما الفيلم مش مبهر اوي في مشاهد المعارك اللي المفروض ان نطقها واسع بيتبع المدرسة بتاعت Game of Thrones في اغلب مشاهد المعارك بتاعته زوايا مقفولة وحركة سريعة ما بتخليش المشاهد يلحق يحس ان هو تغفل ده كان مقبول جدا في Game of Thrones ومش مقبول اوي في Outlaw King لسببين اولا ان Game of Thrones مسلسل تلفزيوني بينما نتفلكس بتطمح ان افلامها يتم التعامل معاها كانتاجات سينمائية وثانيا ان Game of Thrones ما كانش بيعمل كده في كل مشاهد معاركه بدليل ان هو دانا معرقتين ممكن يكونوا من اعظم ما تم تقديمه في اي حاجة في الدنيا تلفزيون او سينما بقى بينما Outlaw King مع ملشرة Outlaw King فيلم كويس ونجح في انه يشدني لكل احداثه رغم كل المشاكل اللي فيه بيبدأ من مكانة مرتفعة جدا وبعدين بيستمر في النزول تدريجيا مع تقدم احداثه مع استثناء بعض ومضات التميز سواء الدرامي او السينمائي وده يخليه صعب جدا يتفوق في اي مقارنة على اي مستوى مع اي فيلم من اقرانه تقييمي لفيلم Outlaw King هو سبعة من عشرة ومبروك لكل الناس اللي حطت التوقع ده في مسابقة الحلقة الاخيرة من برنامج مهدي يحبذ ودلوقتي بقى عندهم فرصة للفوز ولكل اللي ما بيتبعش برنامج مهدي يحبذ ومش فاهمين الناس دي بقى عندها فرصة تكسب ايه بالزبط احسن مناقشة الحلقة يا ترى ايه هو فيلمكم المفضل اللي احداثه بتدور في وسط حروب العصور الوسطى ياريت تساهموا برأيكم في الكومنز ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وباز وباي باي